ورجعنا لكم تاني وحنتكلم بقى شوية نريح كده بقى ونتكلم بقى على شوية من التيبس بتاعة نوجا او النصايح البسيطة اللي حقدمها لكم كل اسبوع زي ما اتفقنا النهاردة التيب بتاعتنا عن الحزاء ازاي تختاري الشوز بتاعتك اولا قبل ما اتكلم على اي حاجة وقبل ما اتكلم على طالون وقبل ما اتكلم على الالوان والاشكال ويبقى عندك كام شوز والكلام ده كله انا حاطله بطلب بسيط من المتابعات مهما كان الشوز بتاعت بسيط سعره قليل سعره غالي مركة مش مركة اهم حاجة تهتمي بان هو يكون انه جود كونديشن محافظة عليه ملمعها على طول مع لهوش تراب مع لهوش اوساخ شكله لا مكعوبة جزمة ولا فيها دفو ولا تكون مقشرة او حاجة زي كده ده كده مبدئيا ستات مصر ارجوكم بصي كويس قوي مش في دلابك بقى في جزمتك المرة دي افتحيها ودايما تحاولي تعملي زي تجديد ليها وتتخلصي من اي حاجة فيها تأشير لونها راح فيها مكعوبة من السواقة مثلا كعبها مجروح اي حاجة من كده حاولي تتجنبيها تماما ده حاجة مهمة جدا الناس اول ما بتشوفك بتبص على الشوز بتاعتك وبتعرف اذا كنت معتنية بنفسك وبقى نقطك ما يهمش غالية ولا رخيصة ما يهمش مركة ولا مش مركة اهم حاجة لاعتناء بيها كشكل طيب النهاردة الرعي معانا للفقرة دي محل زي ما حكيت لكم هو محل اسمه تالون تالون ده في مصر الجديدة والبيانات كلها موجودة على الشاشة قدامكم تالون من المحلات القديمة قوي قبل المولات وقبل الدنيا دي كل سكان مصر الجديدة يعرفوه بيختار الشوز بالبيس يعني مش بيجيب كولكشن وخلاص لا بيختار كل بيس بيحطها وريسنتلي او مؤخرا نوجة ابتدت تخش معايا كده وتحاول ان هي تختار كمان الاشكال والالوان اللي بتليق مع الملابس اللي موجودة عندها عشان يبقى لك كامل فطالون هو الراعي للفقرة دي طيب خلينا نتكلم ازاي تختاري جزمتك اول حاجة وانت خرجة اي مكان لازم تشوفي انت رايحة فين هتعملي ايه رايحة مشوار رايحة عزومة رايحة فرح رايحة فين بالزبط عشان بناءنا عليه تختاري الشوز اللي هتلبسيها خلينا نقول انت نازلة تعملي شوپنج رايحة السوبر ماركت رايحة جمعيتك رايحة مكان المهم يكون في حركة ومشي كتير اهم حاجة بعيدا عن الشياكة والاناقة انها تكون مريحك لو انت رايحة مكان هتمشي وتتحركي فيه كتير لازم تعتمدي في الموقف زي كده على شوز تكون مريحة جدا وطبعا المريحة يعني واطية ما تبقاش عالية ما تبقاش فيها طالع بس انا مؤخرا لاحظت ان فيه سيدات بياخدوا الشوز او اللي هي الشوز اللي بتتلبس فيه في الجم وبيلبسوها يضربوها على الجينس وينزلوا بيها او على اي فستان وينزلوا بيها ده غلط جدا السبورتيف شوز او الجزمة الرياضية هي بتستقدم في الجم او في التراك بتاع النادي بس تمشي بيها في التراك النادي او تروح بيها الجم لكن ما ينفعش تلبسيها الروننج شوز ما ينفعش تكون لوك تنزلي بي اي مكان حتى لو راح السوبرماركت عايز تلبسي حاجة وطية وفي شكلها سبورتيف في نفس الوقت يبقى السنيكرز السنيكرز في انواع كتير واشكال والوان مختلفة موجودة في كل مكان زي ما احنا شايفين كده مثلا تالون هنا مختار تلاتة شوز دول اللي هما السبورتيف لوك ومختارهم بالوان كلها موضة جدا الوان الميتاليك السيلفر والميتاليك الجولد والميتاليك اللي على لبني ده ممكن تتلبس على جينز ممكن يتلبسوا على درس مثلا قصير لطيف او طويل الشوز دي انا بفضلها جدا لو انت خرجة في مكان او دور يعني نازلة هتمشي في الشارع رايحة تعملي شوپنج في مكان مفتوح في الشارع ألطف حاجة كنت تلبسي حاجة زي كده مقفولة ويكون شكلها ستايلش وبتليق على ملابس كتير كمان الحاجات اللي هي الواطي الشوز الواطي يفضل كمان الباليرينة بس الباليرينة ما بتتلبسي في الشارع قوي لازم تتلبس في مكان مقفول اكتر زي ما احنا شايفين كده الباليرينة دي مثلا دي فلات خالص دي تتلبس في مكان رايحة مثلا جمعة مقفولة زي دي رايحة مثلا مول تقدر يتلبسي حاجة زي الشوز اللي بيننا وهو هنا عرض لنا كل الالوان الصندل حاجة صندل واطي زي كده ده ما يتلبس في الشارع مثلا ده يتلبس في مكان مغلق هتتحرك فيه كتير بس مغلق عشان الاتربة وعشان الرملة وعشان الطراب وعشان الكلام ده وطبعا الالوان اللي طالوا النهاردة عارضها معنا كلها الوان very trendy مريحة جدا يعني الموديل ده مثلا كله كله بالاستك دول كلهم سليبرز زي ما انت شايفين كده بالالوان الموف مع الاصفر مع البينك الموديل ده كله بالاستك مثلا فده مريح جدا الرجل بتحس ان انت مش نفسه اي حاجة وفي نفس الوقت يساعدك في الحركة مثلا نشوفوا السليبرز دي ده الوان طبعا electric glue مع الابيض او على السيلفر ده وممكن يخش فيه حتة كده برو برو بتاعت نوجا فده بيبقى stylish جدا لما يتلبس على دراس مثلا طويل سي مثلا هتتلبسي دراس ابيض تلبسي عليه سليبر اصفر او سليبر احمر زي اللي احنا شايفينه مع الاسكرين دلوقتي او الكتر blue اللي فات من شوية فكل ال collection اللي احنا شايفينه دلوقتي ده بيتعارض ده يتلبس فيه اوقات اللي انت عايزها تراحراحي بس في نفس الوقت تبقي شكلك شيك والجن نخش على حاجة تانية بقى انا شخصين بحبها التالان فكرة الكعب وخصوصا للجميلات القصيرات القامة اللي عايزين يبانوا اطول ارجوكي 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 لو انت قصيرة او متوسطة الطول بلاش فكرة الزحافي الزحافي ده بيبقى مش اليجنت مش شيك ابدا بيبقى مش انسوي بيأثر جامد قوي في مشيتك يعني اتفرجي على نفسك كده وانت ماشية بحاجة فلات خالص على الارض واتفرجي على نفسك انت انت بنفس الماشية وانت لبسة طالان لبسة كعب بتفرق جامد جدا في شكل مشيتك باللي انك بتبقي واخدة بالك من كل خطوة بتبقي ماشية زي المانيكان غير ما بتبقي ماشية لكنك ماشية ببكه فطبعا ده بيأثر في الطالة بتاعتك جامد جدا كمان الطالان او الكعب بيرفع من الهدوم يعني انت لو لبسة فستان او لبسة بدلة هي نفس البدلة ونفس الفستان بس على حاجة فلات خالص اتفرجي عليها بقى لو انت لبساها على كعب يعني ممكن تكرهي نفسك وانت لبساها فلات او تكرهي الاوتفت اللي انت لبساه لكن لو لبستي على كعب عالي ومش لازم عالي انا عارفة كلنا بنعاني مشاكل ضهر ورجلين ومشاكل دي كلها واحنا لسه هنتكلم عن مشاكل الاربعينات دي ممكن كعب متوسط مش لازم الكعب التسعة سنتي والاثناشر سنتي والخمستاشر نسيب ده للشابات الصغيرات يعني الطالان ده مثلا اللي قدامنا ده تقريبا تسعة سنتي شايفين الشكل الانسيابي للشوز عاملة ازاي كنا منتكلم عن القصيرات ياريت بقى القصيرات الجميلات لما يلبسوا الطالان يلبسوا الحاجة اللي هي بوز زي جازمة اللي قدامنا دي بتدي شكل انسوي للسيدة القصيرة بالذات لانه بيسحى بشكل الرجل وبيطولها وطبعا احنا عارفين ان ستر قصيارة بتبقى محتاجة ان الرجلها تبقى شكلها اطول فالشوز البوينتد او المدببة من قدام دي بتدي الايفاكت ده وكمان الالوان اللي قدامنا في الشوز دي شايفينها دي كلها الوان الموضة السنادي الوان الباستال الوان اللي طلعة جدا طبعا الاسود اساسي لكن البيج والنود والاقدر كل دي الوان الاخضر الباستال اللي هو الفاتح كل دي الوان موضة معانا الصورة التانية كمان ده الكعب اللي هو ده المحبب لاغلب السيدات لانه لا هو عالي ولا هو واطي بس بيقدي الغرض انه هو يرفع من شكل الاطفت بتاعك ومن اللوك بتاعتك اللي هو الكعب المتوسط وبرضو بوينتد شوية صغيرين من قدام فالموديل ده برضو من الموديلات الهيلي ريكماند خلينا نرجع بقى نشوف الطويلة هتعمل ايه الطويلة بقى هتعمل ايه طويلة عكس القصيرة بالزبط احنا مقول تلبس فوينتد يبقى لا طويلة تلبس حاجة راوندد يعني مدورة من قدام او الشكل الكريه المربع ليه عشان طبيعي ان واحدة طويلة يبقى مقاس الرجل بتاعها كبير اكبر من القصيرة فالراوندد زي مثلا الراوندد او كريه زي السندل ده حيقلل طول الرجل ما تلبسي اللي فيه بوز من قدام تلبس حاجة مدورة يعني ده راوندد اهو زي ما احنا شايفين على السكرين وبرضو الوان الترندي جدا الفاستل اهو ده برضو شوية هو ده بس مش بوينتد اوي فبرضو يمشي مع الطويلات يعني طيب نتكلم بقى شوية عن الالوان احنا تكلمنا عن الاشكال وتكلمنا عن القعوب نتكلم عن الالوان ايه الالوان اللي لازم تكون موجودة في اللابك مبدأ ايا كده الاسود والابيض كلنا حفظين اسود وابيض وده بنكلم عن الصيف الاسود والابيض والبيج حنزود عليهم بقى يا ستة الكل اكتبي ورايا كده النود اللي هو لازم يكون عندك اللي هو البينك الفاتح البينك الفاتح خالص اللي هو النود اللي بيبقى مدي على ساعات بيج وساعات بيبقى مدي على الروس ده كده الاساسيات اللي تبقى عندك هنزود على الألوان كمان الألوان لازم يبقى عندك حاجة مترقعة شوية عشان لما يبقى عندك لبس ده متقيل أو مقفول أو ملوش شكل أو ملوش لون تقدر يتغيري وتجددي فيه يعني لازم يبقى عندك على أقل شوز مثلا صفرة زرقة إلكتريك بلو أو حمر اختاري أي لون من دول من الحاجات اللي هي بتبقى مختلفة أو ترندي كمان بما إن بتشوفي كل سيزن إحنا بنتكلم على السيزن ده مثلا إحنا بنتكلم سيزن ده ترندي أو الأنيمال برينت الأنيمال برينت اللي هو اللي زار أو الطايجر أو الزبرة فلازم يبقى عندك حاجة صندل أو شوز فيها أنيمال برينت هتفيدك في إيه إن انت مش عارفة تلبسي إيه وعايزة تعملي لوك أليجنت وفاشنبل فهتعملي إيه حتلبسي أي حاجة سيدة يعني مثلا هتلبسي دراس إسود وتروحي عندك الشوز الطايجر أو اللي زار هتلبسيها ومعاها الشنطة زي مثلا الشوز ده هنا طالون يعني مش مخلي معانا حاجة هتلبسي مثلا البرينت اللي زار ده على فستان إسود أو الطايجر مثلا اللي قدامنا ده وعلى فستان إسود وشنطة أو حزام فيها نفس البرينت آخر حاجة هقولها في قصة البرينت ما تعمليش أبدا مزج للبرينت مع بعضها يعني ما تلبسيش طايجر مع اللي زار ما تلبسيش التعبان مع الطايجر ما تلبسيش الزيبرة مع الطايجر لأ أنت حتعتمدي الطايجر يبقى طايجر بس حتعتمدي اللي زار يبقى لزار بس كده نوجا ستيبس تكون خلصت دلوقتي وبشكر طالون جدا 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 على السابورت اللي بيديه لنوجا شو ونطلع الفاصل ونرجع نتكلم مع دكتور هابي